استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهوى بمكتب سموه بقصر الوادي سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عضو اللجنة العليا لبطولة العالم وسعدت العقيد خالد عبدالعزيز الخياط عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة العالم للهواء